شيل الدين الدنيا هتتحول في ثواني الجابة بس ازاي الناس هتقرب لو شايفيك طيب يعني ينفع نعيش في سعادة ونبقى ماشيين في الطريق الصح ونجمع ما بينه وما بين السعادة آه ينفع طالما في ناس زي معز مسؤولي بني يكلم الحكاية ايه برحب بيك معز ربنا يخليك على حسن نظن الكلام كبير قوي لا بالعكس ازاك معز زي الأخبار كلوا تمام الحمد لله الحمد لله رمضان ماشي حلو صح الحمد لله زي انا نغاية دلوقتي مبسوط بيه قوي بصراحة عايش جو جميل كده فيه ويمكن من اسباب ان انا بقابلك كل يوم ربنا يخليك برضو بكلام كبير الله يقبلك لك هفكرك بمبارح احنا كنا مبارح بنتكلم عن التوبة والكلام حقيقة يعني زي ما تقول جهاز الاستقبال عندي كان صح صح قوي لموضوع التوبة متاخدش فكرة غلط ان انا يعني عامل بلاوي وعايز اتوب لا 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 ماخدش افكار احنا قولنا ما بنحكمش انما عايز ارجع لو معندكش مانع للدعاء وتوب علينا انك انت التواب والرحيم وقلتلي التواب فيها صفة التكرار يعني او الكرم في التوبة بيتوب علينا كتير عشان احنا بنعصي كتير بالزبط ومن هنا بقى التواب يعني ومعناها انه كل مرة بنغلط بنتوب كل مرة بيقبلنا هو الذي يقبل التوبة عن عباده وتكلمنا حتى تحديدا في حكاية ان اللي يقعد يعمل معصية ويرجع يتوب ويعمل معصية ويرجع يتوب وياخدها كده زي ما بيقولوا حلوانة في سلوانة اه اه ووضحنا لو تفتكر انه لو كل مرة بجد بيقع هو كان ناوي انه مايرجعش للزنب ده تاني ابدا او المعصية وبعدين فعلا تفتن وفعلا ضعف وفعلا وقع فبعد كده استغفر وتاب برضو ربنا هيقبله كل مرة وده من معاني بتاع صفة الله واسم الله المؤمن انه يؤمن لك يعني بيصدقك فانت لما بتوب اليه صادقا كل مرة وانت فعلا صادق مع انها المرة العشرة بيصدقك فعلا لان انت صادق فعلا وبيغفر لك فعلا وبيتوب عليك فعلا وبيقبل توبتك فعلا وبيبدل سيئاتك حسنات زي ما قلنا فعلا كل مرة فطول ما احنا صادقين في التوبة بتاعتنا مهما غلطنا بنقوم نقف تاني طول ما المؤمن التواب سبحانه وتعالى هيقبل توبتنا ده حتى من الكلام اللي اتقال انه التوبة بتقبل لغاية لما مشوار الحياة كله ينتهي وحتى لحظة طلوع الروح من الجسد لخالقها يعني مش مرتبط بسن 30 ولا 35 ولا 45 زي ما البعض بيقول قبل اللحظة دي بالضبط اللي هي لحظة الغرغرة اللي هي خروج الروح من الجسد لما تبتلي تخرج بقى الروح من الجسد انت كده شفت الحقيقة ووجهت بالحقيقة خلاص فالموضوع خلص ساعتها اي حد هيتوب طبعا يعني مش مرتبطة بالسن مسألة التوبة دي لان فيه ناس معرفش يمكن سمعتها قبل كده بيقولك تحت الاربعين واللي فوق الاربعين فيه ناس مقسماها كده لا لا هي ما بيتبصلهاش كده هو بس انه من صفات الانسان انه لما بيبلغ سن 40 لو بلغ سن 40 ومش كل الناس بتبلغ أصلا سن 40 لكن لو بلغ سن ده ممكن فعلا لو ما كانش تاب يبتدي هو الاتزان النفس اللي جوي خليه برضو عايز يتوب اني توبته اليك واني من المسلمين بس مش معنى الكلام ده اننا لحد ما بقى 40 طول ما انا اقل من 40 يبقى مش هتوب مش هو ده المعنى بتاع الكلام ده اللي سبب بسيط قوي زي ما احنا قلنا برضو مبارح مدام انت بتراجع ان احنا مش ضمنين عمرنا صحيح وما فيش حاجة اسمها انه بعد الاربعين ما ينفعش فجل ما بيتزد اه انت كنت بتقول العكس ده انا فكرت الناس بتقول هتوب لما بقى 40 فشرحتي يعني لا بس كويس انك فتحتها لانه ربما يكون تساؤل في زين البعض اه ده حتة تانية لكن كمان ناس قول بعد الاربعين ما ينفعش لا مفيش حاجة اسمها لم اسمع بهذا يعني مابل كده لا طبعا بس لو ما ينفعش طب انا هعمل ايه بقى يعني اقضيها بقى كده معاصي لغاية لما موت وانا هعرف انا هموت امتى بالزبط هي لا طبعا واشان كده احنا عشنا المعنى ده بتاع انه مفيش حاجة اسمها ما ينفعش مع ربنا سبحانه وتعالى تمام اه لو نرجع للدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم احنا مبارح وقفنا فعلا احنا بنشرح في الدعاء ده او اخر حتة منه اه ده اللي بيتفرج برضو الاول مرة احنا مسكين بانا كم يوم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك وتكلمنا عن معنى الاسلام الباطن ده لله ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا وعيشنا شوية معا ومن ذريتنا لو تفتكر ومن ذريتنا امة مسلمة لك وتكلمنا عن حالنا كامة تناقضات وغيرها والخريطة اللي نخرج بيها وبعد كده وارنا مناسكنا وقلنا ازاي الانسان اللي صاحي بيبقى سعيد بالتكليف مش شايف فيه مشقة مش شايف فيه اللزة والقرب من الله سبحانه وتعالى وارنا مناسكنا فهو اللي بيطلب ومش بس كده بعد كل الحالة دي من السعادة والاقبال على التكليف وعدم رؤية المشقة فيها وتب علينا انك انت التواب الرحيم ومن هنا احنا بنتكلم في الحتة دي من الدعاء فعلا يا معتز وكنا مبارح الوقت ما اسعفناش كنت بدأت اقرأ علينا الآية اللي في سورة الزمر هي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم والآية دي بتفكرني بموقف حصل لي يمكن سنة كامة الكلام ده في الجامعة يعني ممكن يبقى مثلا سبعة وتسعين حوالي 11 سنة كنت في العربية مع واحد صاحبي وكان الواحد لسه بقى ايه بيتزبزب كده عايز يقرب من ربنا وانا الى الان عايز اقرب من ربنا طبعا لكن يعني يمكن في مظاهر الامور في ظاهر الامور يعني عايز يسيب حاجات غلط وحياة معينة وغيرها يعني كنت عايش حياة الشاب الجامعي الغير ملتزم بكل شيء يعني ممكن تقول كده وكنت تعب اهلي طبعا وتعب امي خاصة امي اكيد بتتفرج لانها كانت دايما بتحاول تخليني اقرب يعني تقول لي صلي وكده لكن كنت متعب شوية لنفسي ومتعب للحوالية حياة طبيعية يعني احنا عارفين ان نموذج ده في الزمن ده منتشر طبعا فكتمرحلة بقى في النص كده بحاول يعني اصلي شوية كم يوم كده وبعدين وبعدين تقطع الى اخر ومن غير تفاصيل يعني الواحد مش بيحتاج يدخل في التفاصيل مفهوم بقى حياة معينة فقاعد في العربية دي قاعد قدام انا جنب الراجل اللي سيق واحد صاحبي قاعد ورا في حاله كده وقاعدين بنقول اي حاجة الجو بقى التهريج وبشايفي وكذا كذا وبعد كده افتكرت انه كان معي شريط قرآن الدهوني واحد وانا كنت بحب جدا يعني ما كنتش بحب في الاول ان انا اسمع قرآن زمان استغفر الله العظيم وده كان مرتبط باني كنت رابطه في ذهني بالعزة وكنت رابط العزة في ذهني بالموت فكنت غصبا عني بتخيل القرآن بس وقت الموت فكل ما اسمعه افتكر الموت وانت عارف الواحد لما بيفتكر الموت وهو مأثر قوي بيبقى عايز ما يفتكرش فبيقوم مغطي تاني ومدور على لزة تانية يتلزز بيها وحاجة تانية ينسى بيها فاللي كان عجبني جدا في الشريط ده وكنت سمعت منه دقايق قبل كده انه كان اللي بيتلو بيتلو بطريقة شد جدا فيها خشوع فيها قرب من الله سبحانه وتعالى كنت حاسس بحاجة كده فقلت مشغل الشريط ده وشغلته وكانت سورة الزمر وانت مع اصحابك يعني وانت كنت مع بعض اه كان واحد صاحبي ادوار كويس انهم يعني سمعوا لك اه سمعوا الكلام يعني اه بالزبط قلت مشغل الشريط ده وحتى انا كنت شعره في اسم السورة سعيتي اسمها الزمر اه وجات آية وطبعا الواحد وهو بيسمعها كده كان لسه صغير يعني فكان بيفهم معاني يعني عموم المعاني اه الآية بتاعت ايه واذا ذكر الله وحده شمأزت قلوبه الذين لا يؤمنون بالآخرة لما ربنا وحده بيذكر الناس اللي ما بتؤمنش بالآخرة بتشمأز قلوبهم بيجنهم احساس من الاشمأزاز واتجننت جدا قلت زي بقى فيه انسان بيشمأز قلبه ده ربنا اللي خلقنا بقى ربنا خلقنا فلما يذكر هو سبحانه وتعالى تشمأز قلوبنا شمأزاز دي حاجة فيها يعني مش حلوة يعني فيها نوع من القرف ونوع من لا لا ازاي ومش عايزين نفتكر ده خالص صحيح الآية كانت بتتكلم عن الذين لا يؤمنون بالآخرة الحمد لله وانا مؤمن بالآخرة بس انا ما عجبنيش خالص ان انا لما كان يذكر ربنا سبحانه وتعالى يجي للحالة بتاعت لا غير الموضوع غير الموضوع الله يخليك يذكر الموت غير الموضوع الله يخليك كمل بقى الآية واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون فتذكر حاجة تانية وطبعا في سياق الآية الذين من دونه اللي هي الالهة التانية لانه الناس كانوا مشركين فيذكر ربنا الوحد ولا اله الا الله ما تعجبهمش يذكر الالهة التانية اللي هما من دونه اللي هما مش اله بجد اذا هم يستبشرون يفرحوا انا طبعا ما كنتش لسه عارف انه المقصود بالناس من دونه دول الالهة التانية فكنت ببص على عموم معنى الآية انه يذكر ربنا الوحده استغفر الله يشمئز قلبي مش عايز غطي فضها سيرة استغفر الله العظيم بس ده كان الحال ايو وبدأني يذكر اي حاجة تانية مش قليها اه صحيح لكن حاجات تانية برضو اذا هم يستبشرون كنت افرح تاني وقفت وقفة كده وصعبت علي نفسي جدا وجالي احساس ما تقدرش تقول صعب عليك ربنا المعنى ده ما يتقلش لكن تقدر تقول صعب عليك الموقف اللي انت حاطت نفسك فيه مع ربنا فهم يا معتزة قصلي انه ازاي يبقى هو خلقني ومديني كل حاجة عندي وكل اللي انا بستمتع به كل حاجة على الاطلاق ولما هو المصدر بتاع كل شيء الخالق سبحانه وتعالى يذكر ابقى انا عايز اقفل انا اكيد ضايع هنكمل بقى بعد الفاصل انت عايز تاخد فاصل بس انا عايز اقولك هنا جالي الاحساس ده انا اكيد ضايع انا ضايع انا بفكر غلط خالص انا كل حاجة غلط لما سمعت الاية دي وحندخل بقى منها للآية بتاع تقول يا عبادي ياريت لان في عندي اسئلة كتير وخصوصا على مسألة ان الوحد يشغل القرآن لانه في امور كتير قوي عايز اعرف الطريق الصح ايه فيها نكمل مع معز مسعود بعد الفاصل خليكم معاين طيب ليه فاكرين ان الطريق الصح مفوش سعادة لا فيه كلام كتير قوي يتقال ما بين الطريق الصح والسعادة معز كنت بتكمل انت الحكاية بتاعت انت وانت في العربية ومعاك صحابك وكنت قشقية شوية كده شوية كنت في الجامعة زي طلبة الجامعة وماما كنت بتحاول تقربك من الصلاة وكده والمهم انت قررت تحط شريط القرآن في العربية وانتو ماشيين اه وكنا وصلنا مع بعض للآية كمان وقلتلك ان انا جالي احساس بالآية اللي هي واذا ذكر الله وحدهش ما أزت قلوبه الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون وصيب علي الموقف اللي انا حاطت نفسي فيه مع ربنا موقف بتاع ان انا انت مديني كل حاجة كل حاجة تعارف قصلك لما توقف معاها وقفة فيه فرق معتزمة بين المعاني المحفوظة والمعنى اللي تعيش بقلبك فتحية مرة تانية والفرق بين المعنى المحفوظ والمعنى اللي بنعيش بقلوبنا فرق الحياة والموت بتقصد ايه المعنى المحفوظ يعني انت مثلا حافظ ربنا اداك كل حاجة اه انا نفسي وانا بتكلم كده اه مش عايشها بنفس القوة اللي عشتها مثلا في اللحظة في العربية دي في سنة 97 اه فرق ما بين انت تسمع كلمة ربنا اداك كل حاجة ما احنا عارفين اه ده اسمه معنى محفوظ اه بس مش عايشه مش متعاش في القلب اه ما بين اننا في لحظة كده ابقى من الشاكرين اه فبص حولي لسه دي بتيجي كده حالة ساعات من الادراك للحقيقة اه اه او كده المعنى بقيت انت عايشه اه فانا ساعاتها عشت المعنى ده اه المعنى بتاع انه ربنا اداني كل حاجة وانا مليش حق اصلا ان انا افكر او اعمل اي حاجة في الكون لو انا نسي ربنا اه انا بهرك اه وهو ده المعنى بتاع ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اه اللي بينسى ربنا بينسى نفسه بيبقى عايش حياة كده مغطي طبيعته وفطرته مش على طبيعته وبيبقى عصبي وبيبقى بقى الى اخره وطماعه وبتبتدي امراض القلوب كلها تطلع وكمان المعاصي بقى بالمرة لانها هي دي اللزة الموجودة هنا حاليا الى اخره فانا فقت صراحة ان انا اشكره تعالى الان وهو يسمعني على انه فعلا فوقني الاية دي فوقت اكتشفت ان انا مش في الفرمة انا مش في الحالة المصبوطة ما ينفعش يبقى ربنا سبحانه وتعالى مديني كل حاجة وانا لما بيذكر هو بقى عايز اقفل على الموضوع وفض بقى السيرة دي ويذكر اي حاجة تانية ارجع افرح طبيعي ده انا كده كل حاجة تعكست عندي وفضلت اسمع الايات متاعة سورة الزمر في العربية والله يا معتز فصلت عن الكون وانا بسمعها بجد فصلت يعني مش فاكر ان انا في عربية مش فاكر صاحبي اللي قاعد ورا السواء الناس بتشتم و بتزمر في الشارع وبتعمل وكل حاجة طبيعي شغالة انا مش موجود خالص انا عمال اسمع انا مستغرب اه والله عملي بتصور ان تلات شباب راجبين مع بعض في عربية واحد فيهم فصل اه فصل ايوه وقرر يحط شريط قرآن لا وبعدين وعيش معها دي كانت حاجة موقف انا مش هنساء ابدا اه وبعدين فاكر لما قلنا سماع عن سماعة انك بتسمع بقلبك اه غير لما بتسمع بودنك اهو ده المعنى اللي انا بتكلم عليه دلوقتي اهو ان انا سمعت بقلبي ربنا سبحانه وتعالى لحد ما جات الاية دي بقى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اهو لا تقنطوا من رحمة الله ولقيت نفسي بنفجر في البكاء فعلا اه بنفجر حسيت ان ربنا بيكلم اعمق حتة جوايا اه فعلا مش عارف اشرحها اكتر من كده في حاجات اصلها لا تعبر بالفاظ وصوت المقرئ كده كان انت بتقول لي كان جميل اه واكيد كان خاشع هو عشان اخشع انا خرج من القلب الى القلب اه كان جميل وخاشع اه حسيت ان ربنا بيكلم يا معتز اعمق حتة جوايا فاكر لما قلنا اولو الالباب اه اولو الالباب وربنا وصفهم في سورة اهل عمران منهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ليه بيذكروا ربنا هما وقفين وهم اعدين وهم نيمين على جنوبهم ربنا يجعلنا منهم ليه هما كده عارف ليه لان هما متصلين باعمق حتة جواهم فمتصلين بالفطرة ففاكرين ربنا دايما جوا فبيذكروه في كل احوالهم هما مش سطحيين مش عايشين في الحتة السطحية بتاعت وجودهم بتاعت كيانهم بتاعت نفسهم لهم عايشين جوا دولو قولوا الالباب جاي من اللب لب الشيء يعني اعمق حاجة فيه مزبوط الوسط بتاعه يقولك لب الموضوع لب الموضوع العمق بتاع الموضوع اعمق شيء فيه اهو ده معنى بتاع قولي الالباب هنا فانا كأن اللب بتاعي هو اللي صحي فعلا فدقت حاجة كأني عيشت اللحظة بتاعت ألست بربكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم مش أنا ربك قالوا بلى ما هنقول إيه غير كده بفطرتنا بقى لما ربنا خطبنا في عالم الذر تقدر تقوله عالم الروح قبل الزمان يعني ده فطرتنا ده هو أنشأنا كده سبحانه وتعالى شاهدين على أنفسنا بالإيمان شاهدين عليه تعالى أنه ربنا كأني دقت الموضوع ده فأنا أنا بقول الكلام ده وأنا نفسي بدعون أنا عيشه تاني وتالت قل يا عبادي كلمة يا عبادي دي فيها حب فيها حنان يا عبادي زي الشاعر لما قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية حتى من رجلي الأخمص هنا يعني الحاجة اللي خلتني أبقى زادتني شرف وافتخار تقدر تقول بس افتخار محمود هنا يعني نوع من الفخر الكويس مش الفخر اللي هو الكبر وخيره وكدت بأخمصي أطأ الثرية وقربت أن أنا بحتة من باطن القدم أدوس على الثرية يعني أعلى أوي 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 إيه بقى ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا إن أنا محسوب تحت قولك يا رب يا عبادي ده أنا إيه الشرف اللي حصل لي ده هو بيقول كده وإنك بعتلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أحمد اسمه تاني برضو نبي أنت بتحاول تركز على لفظ يا عبادي آه إنه ده لفظ فيه عايز أقول رحمة كبيرة باللي بتخطبه آه رحمة حب دفئ ده ربنا بيدينا فيها رحمة وحب وحنان وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقية وشرف المعاني دي كلها سهل الواحد يقولها بلسانه بس مش دايما بنعيشها بقلوبنا آه لما اللب اللي جوايا ده خوطب فعلا دقتها قل يا عبادي يَلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِينَ وحسيت إن أنا منهم الأصرف على أنفسهم الإصراف هو إنك تتعدى الحدود كلها وتعمل كل حاجة غلط هنا ده المعنى يعني لو وصلت درجة إن أنت عملت كل حاجة غلط أصرفت على نفسك لا تقنطوا من رحمة الله ماتي أسر من رحمة ربنا هو بيقول هاي لنا بقى في اللحظة دي قل يا عبادي يَلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِينَ لا تقنطوا من رحمة الله فحسيت إن ربنا بناديني وهو دي حقيقة الآية هو بيقوله كده صلى الله عليه وسلم بيقوله قل قل نيابة عني سبحانه وتعالى قلهم نيابة عني إنه يا عبادي هو اللي بيتكلم ربنا يَلَّا أَسْرَفْتُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ وَعَمَلْتُمْ كُلِّ زُنُوبْ دِي وَغْلِطْتُوْ وحسين إن أنتم بعاد أوي أوي وأنا كنت حاسس إن أنا بعيد أوي 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 المشكلة مش زنوب ومعاصي بس المشكلة إن أنا مش عايز حاجة خالص أنا لو علي أعيش إلى الأبد ومش عايز أفتكر القضية دي خالص بقى ولما يذكر سيرة ربنا عايز تأفل وعايز تنتقل لشيء تاني أفرح تاني يفرحك ويبعدك أكتر بالزبط يبقى إذن ربنا فاهم من نفس بتعمل ايه مية في المية أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ طيب حالة القرب دي بقى لما اللب اللي جوايا ده صحي أعمق حتى دقت القرب فاكتشفت إن ده أنا أشان بعيد مش سامع النداء لكن لما أنا قربت وصحيت بسبب الآية دي اللي قبلها لما جات كلمة لا تقنطه من رحمة الله حسيت إنه فيه أمل اللي بالك برضو من الأسباب اللي تبعدنا شعرنا إنه ما فيش أمل فينا من جوه بنحس كده ما فيش أمل أنا جبت أخري بالذات اللي بيبقى أصرف على نفسه فكلمة لا تقنطه من رحمة الله يعني بدتني أمل ما فيش داعي للإحباط ما فيش داعي للليأس خليك دايما عندك الأمل في الخلقك إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون دي كبيرة اليأس من رحمة الله من الكبائر يا معتز القنوط من رحمة الله من الكبائر فأنا عشت المعنى ده إن إنت إزاي تقنط وقال سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا داخل بيخطب النفس حتة حتة كده ما تيقسش طيب طب وذنوبي إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وحسيت ساعتها كأنه بقى فهمت هو ليه اسمه الغفور أشان إحنا اسمنا العصاة ليه اسمه الرحيم أشان إحنا برضو محتاجين يرحمنا ويغفر لنا فعيشت المعنى ده أنت هتاخد الفاصل مش كده الكلام النهارده يعني مش عايز أقول إنه هو جيلي كده عالطب طاب زي ما بيقوله إنما فعلا إن الواحد يعني ما ييقسش من رحمة الله يعني إنه دايما فيه أمل أنا نفسي حد دايما يديني الأمل علشان أتشجع وعلشان أمشي لقدام مش عايز حد يقسني ويحبطني يا رب وهو سبحانه وتعالى هو خير ثوابا وخير أملا ونكمل فيها إن شاء الله لأن الآية دي بعدها برضو موقف معين كان حصل أنا كنت بحكي عشان نوصله يعني هنرجع نكمل الطريق الصح مع معز إن شاء الله بعد الفاصل خليكم معنا كنا بنتكلم من شوية مع معز على الموقف اللي حصله وكان معايا اتنين صحابه وحطوا شديد القرآن في العربية وفجأة حصلت لك نوع من الصحوة وصعب عليك إنك إنت ما بتيجي سينة ربنا بتحاول تأفل على الموضوع وتكمل في أي حاجة تانية تنسيك ربنا آه طبعا وبعدين هي الفكرة ده كان سنة 97 زي ما قلتلك وكان كنا وصلنا مع بعض للآية خلصنا إنه هو الغفور والرحيم وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فضلت أسمع بقى احنا قلنا إنه اللب اللي جواية دي ده اللي هو أعمق الأعماق بتاعتنا كبشر لما بيصحى بتتغير نظرتك لكل حاجة حواليك لأنك بتبص من وجهة نظر تانية من زاوية تانية فبتشوف الحاجات في أحجامها الصحيحة بتديش قيمة زيدة للفاني وقيمة أقل للباقي الحاجات الباقية ما عندكم ينفد وما عند الله باق بتصحى بتبقاش غافل دم إحنا لسه بنشرح في قوله تعالى وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فإحنا في التوبة فالموقف ده كملت بقى لما اللب ده صحي بقيت بسمع بسمع بقلبي فلقيت ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه وأنيبوا إلى ربكم دوروا على المواطن القرب قربوا منه ارجعوا بقى تاني وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا وافتكرت هنا حاجتين الحاجة الأولى بقى لنا خمس ستة يام بنتكلم فيها ناوانت يا معتز إسلام الباطن إسلام القلب لله إحنا لما بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بقى لسنتنا إحنا مسلمين طبعا في الظاهر خلاص وإيماننا اعتقادنا سليم بس إزاي يصحى القلب ونبقى مسلمين لله زي سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام وشوفنا مع بعض الدعاء فلقيت ربنا بيقول لي وأسلموا له ففهمت الأول مرة المعنى ده طب أنا مسلم بس ممكن أكون في المعنى الأعمق بتاع الإسلام مش مسلم لسه لسه ما سلمتش له ما أسلمتش له من جوه بقلبي وأسلموا له دي النقطة الأولى في الآية النقطة الثانية مسلم بالإدلاق بالشهادة ما ها دي كلنا اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ده مسلم بس مش كلنا عندنا الحالة بتاع سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل اللي هي أتبح ابنك حاضر هاتبحه صحيح مسلم بقى بمعنى في الطاعة مش بس في الاعتقاد لا في الفعل القلب صاحي فما ينفعش ربنا يطلب مني حاجة وما أعملهاش وحالة عالية يعني أنا برضو اللي بيتفرج لأول مرة هيحس أنه الكلام ده ممكن نقطة دي عالية سيحنا كان بقلنا 3-4 حلقات بنشرحها وبنقول شوية شوية زي هنوصل لها أنا هنا بس استفدت من أن أنا أذكرها حبيت أن أنا أذكرها لأنه الآية بتقول كده وأسلموا له وبحكي لك أنت شخصيا إمتكت أول مرة أسمع أنا فيها معنى أسلم لله وأفهمه بالباطل أفهمه بمعنى أن أنا أسلم لله بقلبي مش كفاية أن أنا بس مسلم حستها يا معز حستها من قبل أن يأتيكم العذاب وثم لا تنصرون وده كان المعنى التاني كنا أشرنا إليه مبارح في رد على واحد من الأسئلة بتاعتك لما قلنا قلت لي حتة أن الواحد مش ضامن عمره قلت لي طب ما أنا ممكن أأجل التوبة تسأل أنت السؤال لشان ده تمر كلنا بيه في أذهلنا يعني آه وربنا يبقى يسهل آه وبعدين افتكرنا مع بعض أن الواحد مش ضامن عمره ومش ضامن ما يعرفش هو هيروح أمتى صحيح برضو ده معنى محفوظ آه فاكر من شوية قلنا في معاني محفوظة آه الواحد بيقول آه أنا ممكن نروح في أي وقت آه بس جواه كده ممكن يبقى عدل لأنه قدامي شوية آه آه لما بيعيش القلب بتدرك أنه أنت ممكن فعلا تطلع النفس ما يدخلش تاني آه دي حقيقة آه وإحنا بنقولها مش عشان نفضل خايفين علشان نسلم له بقى بجد ونعمل اللي علينا فنبقاش خايفين من المعنى ده تبقى متطمن آه اللي هيذهب الخوف هو أنه هنجيب آخرنا لما تجيب آخرك ممكن تبقى متطمن لما بتبقى جايب آخرك لأنك جايب آخرك أصلا وكنا تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده والذين هيؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقلت لك لو أنت الآن اتطمن لو أنت الآن منه هعمل إيه طب ربنا وهيحصل إيه اتطمن سبب طمأننتك أن أنت الآن ولو أنت متطمن اقلق لو أنت قاعد وتقول ما فيهاش حاجة ومتطمن اللي هو بالطريقة الغلط دي اقلق على نفسك سبحان الله هي بتيجي كده وما ينفعش مثلا الواحد يقول والله أنا لسه في العشرينات مثلا أنا الناس بتعيش لغاية ما يبقى عندها سبعين سنة أنا لسه قدامي شوية أما أعود ده ألعب كده ولخبط لغاية لما إن شاء الله مثلا أول ما بقى عندي كده إن شاء الله 30 أو 35 أو أولى 40 هتوب وكل حاجة تبقى تمام 100 مية آه وقلنا ليه وما ينفعش ليه أولا قلنا السبب البسيط جدا أن إحنا مش ضمنين عمرنا بس فيه سبب تاني أن إحنا أصلا مش هنبقى في سعادة حقيقية من غير ما نبقى عاملين اللي علينا مع ربنا صحيح دي نقطة مهمة جدا فليه نأجل بس فيه نقطة ثالثة وهي أخطر من أول اتنين إنه هل دي المعاملة للمفروض نعامل بها اللي خلقنا ده سؤال مهمة هو دي النقطة وهي دي الأساسية بيني وبينك شكاسبتها للآخر ودي اللي أنا كتهزتني في العربية في القصة دي وصحة اللب اللي جوا ده وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأدركت إن أنا ممكن فعلا بقى لو أنا مصر وقلنا الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن كلنا عارفين إنه ما ينفعش لو بعد ما تتفاجئ بالموت وتبقى خلاص بتخرج روحك من جزتك أنا توبت أنا توبت أنا أدركت دي وكان كذا واحد من صحابي أصلا الله يرحمهم ماتوا في حوادث عربيات حوادث عربيات في نفس الفترة دي في نفس التوقيت آه فأصلا الآن شوية برضو من جوة المهم أنا عشان عارف إن إحنا فضلنا دقايق وهنختم فهتجاوز كذا آية فنوصل لحتة مهمة كنا بنذكر ده كله من أجلها فضلت أمشي مع الآيات واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم موقف معينة لحد ما تيجي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أبلها افتكرت آه في هنا آية أن تقول يعني اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون يجي فجأة بقى العذاب وإنتم مش مدركين أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين لقيت ربنا سبحانه وتعالى بقى ابتدى يقول الحاجات اللي هي تدر تقول الحجج اللي هنتحجج بيها لو موتنا في الحالة اللي احنا مش عايزين نموت فيها هنبتدي نقول حاجات زي إيه فالحاجة الأولى إيه يا حسرتا يا حسرتي يعني بلغتنا يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ده ربنا كان يستحق مني إيه وإيه 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 وأنا فرط تماما على ما فرطت في جنب الله دي هزتني جدا برضو إن أنا حاسس إنه مش بس إن أنا هتعذب آي رب ما تعذبنيش طبعا العذاب اللي هتخايف منه لكن فيه عذاب أكتر أصعب بكتير على النفس إن أنا أقابل ربنا وعرف إن أنا كان المفروض أعمله حاجات معينة عشان نشكره بيها وما كنتش هبقى موفي حق ولأن عمرنا ما هنوفي حق ما عبدناك حق عبادتك عمرنا ده ربنا لكن نبقى جايبين أخرنا على الأقل فأنا اتطمن أبقى أنا خلاص ضيعت كل ده فرطت فدي كانت من أوائل الآيات برضو اللي هزيتني جدا في الصورة دي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وكنت أنا من اللي بيتريقه وكتير مننا كده لو في مرحلة بعد معينة بتوصل مرحلتك بتتريق بقى على اللي بيقول يلا بقى ونصلي ياعم الشيخ فيه إيه الله يخليك وجرأ إيه وما تقلبهاش كآبة ومش عارف إيه لأ ما برضو مش كلها كآبة ماينفعش أي حاجة في الدين تبقى كآبة فيه قلنا نمازج غلط بإسم التدين ودي كآبة فعلا وإحنا مع بعض بندعوهم بالراحة أنهم يتحسنوا وما يكئبوناش كلنا معاهم طريق الصحة طريق ربنا فيه سعادة لكن فيه برضو حاجات ماينفعش انت بتكتئب عشان انت مأثر ده اللي بيخليك تكتئب لكن هي مش كآبة صحيح فيه ناس اللي ما بيذكروا لقاء الله بيفراحه إلى آخر أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين وكنت أنا برضو كده وكتير مننا كده ما هو ربنا مش بيهديني هو يهديني لو عايز فنسيبها بقى على ربنا وأنا قاعد يعني زي ما دول إيه عايش حياتي وأنا بحس اللي بيقول كده زي اللي خرج من قضة الامتحان وعمالي جادل لا لا لأنا الامتحان عمالي ضايع وقت الامتحان شغال وهو مصري يقول لا أصوه مش المفوض يبقى فيه امتحان هو ربنا لو عايز يهديني كان هديني لوحده ويبتدي يطلع حجج وأسئلة مختلفة وهو مدرك من جوه لو صحي وده جوه في اللوب بتاعه إنه هو بيضايع وقت وإنه هو بيقول كده بيتحجك عشان عايز يتلزز أنا كنت بعمل كده لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو ييجي بقى لو مش دي الحجة في حجة تالتة ييجي العذاب بقى واضح طب لو لي فرصة تاني هب أنا من المحسنين بلى قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وطبعا برضو السياق الأساسي بيكلم الكافر زي ما قلت لك المؤمن لما بيغفى الجامد أوي عن إيمانه يبقى مؤثر أوي بيبتدي يبقى عنده أفعال وصفات بتشابه اللي ما بيؤمنش بالآخر بتشابه الكافر هو مؤمن ومسلم هو مش كافر بس في أفعاله برضو بيطنش بيتفتح موضوع ربنا يقفل يعمل فأنا صحيت وأدركت أنه لا أنا مش عايز أبقى بين البنين كده إلى أن قال الله وينجي الله الذين اتقوا أنا بفوت دلوقتي عن عمد وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم هذه التقوى اللي احنا بنقولها في رمضان ليه بنتكلم فيها عشان ننجو وينفوز بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالقه كل شيء وهو على كل شيء وكيل برضو عشان الوقت هاختصر وهاجي عند الآية بتاعت وما قدر الله حق قدره بعد ده كله بقى ربنا سبحانه وتعالى قال لي بقى وانا عم لا أسمع كده في القرآن الحجج الحجج المختلفة والكلام ده كله تعالوا ما قلوكو الحقيقة بقى وما قدر الله حق قدره ما قدروش ربنا حق قدره ما فهمناش صح غفلنا سواء احنا كلنا كبشر ودي حقيقة حدش عارف يعبده حق عباداته الملايكة نفسها بعد كل الحياة من العبادة دي بتقوله يوم الايام ما عبدناك حق عباداتك لكن في معنى تاني برضو وانا حسيته لما سمعت الكلمة اللي بعدها وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون حسيت بالعزة بقى وبأن انتوا إلى متى هتفضلوا يا بشر بيكلمنانا ده اللي انا حسيته إلى متى بقى انت يا معز هتبقى وإحنا هنبقى حسين انه لا يا رب اصله لو قربتلك مش هبقى مبسوط وانا مش مدرك الحقيقة على ما هي عليه وبسبب بقى الغفلة دي عشنا بقى حروب ومعاصي وزنوب وناس بتتبهدل وظلم وبقى الموضوع ده كله والارض جميعا قبضته يوم القيامة كل ده هيقبضه الله يوم القيامة خلاص كل حاجة هترجع لأصلها إنا لله وإنا إليه راجعون والسماوات مطويات بيمينه ده الكون كله هينطوي يوم نطوي السماء كطي سجلي للكتب ده كل حاجة هترجع خلاص مش هيبقى فيه حاجة في الكون تاني وهيقول ربنا لمان الملك اليوم محدش هيرد فربنا هيرد يقول لله الواحد القهار زي ما نشوف في سورة غافر فساعتها بقى عشان يبقى ختمة كويسة عشان شكلنا لازم نكمل فيها بقى بكرة إن شاء الله دي إن شاء الله إن الوقت ما أسعفناش برضو سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وجاء مشهد من مشاهد القيامة اللي ممكن نتكلم عنه إن شاء الله بكرة بإذن الله في سياق بقى التوبة وإحنا بنختم الدعاء بتاع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام المشهد ده بقى مش أنا قلت لك من شوية اللب الصحي من جوة والقلب وبقيت أعمق أعماقي هي اللي بتخاطب وبقيت فاكي ربنا مش عارف أنسا وإنا حتى لو حاولت مش هعرف أو ساعاتها الواحد بيتلقى القرآن بجد بقلب ساعاتها بجد بقى بنبقى اتمهدنا يا معتز إن إحنا نسمع المعاني اللي في القرآن دي فتبتدي تأثر فينا لأنه قلوبنا صحية فلما يجي مشهد من مشاهد القيامة نبص عليه تلاقي الواحد بيبتدي بقى يدرك الحقيقة ويدرك النهاية وكان فيه مطرب وإنا صغير كان دايما يقول عايز أعرف الحقيقة عايز أعرف النهاية لما قريت آخر صورة الزمر ونشوف مع بعض عرفت النهاية نفسها على حقيقتها وفهمت بقى قدر الدنيا الحقيقي إيه بحيث أننا أعرف استخدم الدنيا وعيشها وفي الدنيا حسنة بس منساش الآخرة إن شاء الله ربنا يسهل وتبقى آخرتنا كويسة ربنا يسهل يا معيز ربنا يأتينا في الدنيا حسنة وفي آخرتي حسنة بالزبط المهم إن إحنا ما نفقدش الأمل ونبقى دايما كده بنتطلع لحياتنا تبقى أفضل وآخرتنا تبقى أفضل إن شاء الله آمين يا رب شكرا لمعيز مسعود شكرا لكم ونأكمل بكرة في الطريق الصح مع معيز إن شاء الله إلى اللقاء